مرحبا يعطيكم العافية وسلام بالجميع وأهلا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا رمضانيات اليوم نحكي عن الخيم الرمضانية هذه العادة الغريبة اللي دخلت على مجتمعاتنا وهي عادة جميلة جدا عبارة عن خيم تنصب في الأماكن العامة في أمام المطاعم بعض المطاعم بدأت تستخدمها كطريقة لجلب السياح والصائمين اللي يفتروا عندها هذه الخيم الرمضانية هي عادة ليست بالقديمة جدا بدأت في مصر في القاهرة وشاعت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبدأ استخدامها في عدد كبير من الدول اللي فيها مجتمعات مسلمة بتوفر عادة هاي العادة أماكن للقاء الأحبة والأصدقاء ومكان للإفطار عند غروب الشمس طبعا الجميع هنا بتناولوا وجبة الإفطار وبعدها بتبدأ السهرة الرمضانية سواء بشرب الشاي بعض الألعاب الجميلة مع العائلة والأصدقاء ممكن أكل الحلويات طبعا للأسف بعد هذه الخيم بدأت تعمل صهرات رقص حتى وكلنا عارفين هذا الموضوع ولكن الأساس في موضوع الخيم الرمضانية هو مكان للتجمع مكان لجلوس العائلة والاستمتاع بجو راقي وجميل مع الأصدقاء طبعا الموضوع هذا بدأ كما قلنا من القاهرة من عندما كانت تنصب هذه الخيام لتقديم التعازي والأحزان وبعدين بدأت نفس الخيام تنصب لموضوع الأفراح وبعدين انتقلت هذا الموضوع إلى موضوع توفير بعض الطعام للناس المحتاجين والمقاوي ومن هذا المنطلق بدأت بعض المؤسسات خاصة اللي فيها ترفيه بتقول ليش ما نستخدم هذه الخيام بعمل هذا الشيء طبعا هذا المنظر يعني بذكرنا برمضان في دولنا العربية بتبقى هذه الخيام من ما قبل الإفطار إلى ساعات الصباح الباكرة حتى في ناس أنه بكملوا السحور فيها وبروحوا على بيوتهم طبعا بيكون فيها صهرات رمضانية زي ما حكينا ممكن تجلس العائلة مع بعض الأصدقاء يتكلموا كثير من الفنادق والمطاعم الكبيرة بدأت تعمل هذا موضوع الخيام بشكل واسع على رطاق واسع طبعا الخيام الرمضانية صح بتكون مزركشة وجميلة ولكن لها رونق الجلوس في العائلة والانبساط هذا اللي بكون مع الأصدقاء يعني هو مكان لي لم الشمل ولم الأصدقاء ولم العائلة طبعا المهم في الموضوع هو هل فيه تكلف ولا طبعا معظم الفنادق والمؤسسات اللي عم بتسوي هذا الشيء عم بتسوي لشيء ربحي طبعا للأسف صارت هذه الخيام منها 3 ستار 4 ستار 5 ستار حسب نوع الأكل والسهرة اللي بقدموها وزي ما حكينا كلها بتعتمد على طريقة الطعام والوجبات ونظامها بدأت هلأ أوبن بوفي ولكن الموضوع ما زال مختلف من مكان لآخر السهرات الرمضانية والخيم الرمضانية شيء رائع طبعا نفتقده كثيرا في الغرب لأنه ما إنا خيم رمضانية ولكن أكيد فيه كثير خيم رمضانية عم تعطي بعضه دعم للأشخاص العزاب الناس اللي مش قادرين يصنعوا الأكل خاصة اللي بيشتغلوا مثلا لأوقات مختلفة فبيدر يأكلوا في هذه الأماكن بكل سهولة وأريحية ويستمتعوا بأجواء رمضان مع شبه عائلة لأنه هو يعني جالس في هذا المكان مع الجميع فيعتبر نفسه أنه مش عم بفطر لوحدهم وطبعا الموضوع الخيم للأسف الآن بدأ فيها جزء من التبذير ولكن عجلين بنرجى بنحكي أنه معظم الخيم الرمضانية بتعطي هذا الشعور أنك بتفطر مع العائلة زي ما حكينا في بعض الخيم الرمضانية حنحكي له حلقة كاملة عن هذا الموضوع اللي بتأدي موائد الرحمن بتكون مفتوحة للجميع وبتأسسها مؤسسات خيرية وبتساعد الناس أنها تفطر هذه حلقتنا لليوم إذا عندكم فكرة أن نسوي خيمة رمضان في كندا يلا معنا ونراكم في حلقة قادمة وسلام للجميع